السلام عليكم ومرحبا بكم خوتي في هذا الفيديو سوف أخيركم نحكي لكم على جديد الوكلاء و سوف نحكي لكم الساعة قبل أن نحكي لكم على جديد الاستيراد سوف نحكي الساعة لحملت الاستيراد السيارات راني حائر خوتيك، كيفاه؟ الناس لا تلاحقون أن أدخلوا السيارات لا تلاحقوا أسعار السيرات لا بهم لم أشاركوا في الفيديو و الفيديو لم أجد اتفاعل ذلك الذي كنا نحو سعيده تقوم بعمل نفسه فيديو كليب او ما يابرنا به وكي وصلت ترند في أقل مدة ممكنة أمر مدام يهم الشعب ويهم جميع الطياف الشعب لا تلقاش التفاعل وما تلقاش الآخر والله أمر يقلق شوية أمر هذا ما فيه فايدة ليه ما هو فايدة للقناوات الأمر هذا في الفايداتكم وصوتكم اللي رح يوصل خوتي لاني خليت لكم هذا رابط الفيسبوك خليه لكم هنا في الصورة وخليه لكم أيضا في أول تعليق وخليه لكم في وصف الفيديو في وصف الفيديو تاليوتيوب هذا الليان هذا روي يديكم مباشرة للفيديو تالنا تالحملة مباشرة للفيسبوك هذا الفيديو تنجمو تبرتجوه في الفيسبوك يعني بأمر سهل خلاص خاصة للناس يقول لك الصفحات ما بغوش يقبلونا الليان تاليوتيوب فيما يخص استيراد السيارات يعني كاين ثلاث وكالاء يعني عبروا على الرغبة تحهم في دخول سباق استيراد السيارات خاصة أنه اليوم 20 سبتمبر يعني بداية وضع ملفات استيراد السيارات وأول وكيل اللي رح يتقدم لهذا الاخر هو وكيل سارو البرغان بعلامة ديافاسك يعني العلامة هذي فيها بشقيها كما نقولوا احنا سيارات النفعية اللي تعرفوها كامل ديافاسك وأيضا السيارات السياحية وأيضا عندنا وكيل واحد اخر اللي هو ايفال مجمع ايفال اللي يمثل على شركة ايفيكو و او سيزي و مصدر وأيضا عندنا امين اوتو ممثل على متجاك تهي بشقيها سيارات سياحية وأيضا السيارات النفعية والشاحنات هذا هو ما زلنا ان شاء الله نستنى ودخول يعني وكلاء كبار من يعني كما عمار رابرابي و شركة هيونداي وأيضا شايبو و الكياو السوزوكي وهذا هما يعني اللي تقريبا نستنى وفيهم يدخلوا للسوق ايضا بن فليس لتمثيل اعلامة الفولزواجن والاعلامات الالمانية ان شاء الله ونستنى وقادم الايام تراح نزيد ونحكم عليها ان شاء الله وما تنسوش خوتي الحملة راه مستمرة يعني هذا الاخبار كامل يعني تبقى مجرد اخبار الرسمي هو الوقوف انتعكم دوما اللي تجيبوه ان شاء الله وتوصلوا الكلمة انتعكم ان شاء الله ويكون ان شاء الله سريعة استيراد السيارات ما تنسوش بالاشتراك واللايك وما تنسوش خوتي الحملة نقرب لان مئة الف مشترك يعني اذا كان حبي يعني اللي مش مشترك يشترك معنا ان شاء الله هنوصلوا مئة الف مشترك ويعني نقول لي عائلة فيها مئة الف مشترك وهذا الامر يعني ماشي صعيب عليكم و الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله